طيب احنا بنشوف دكتور في بعض الناس دلوقتي اوجه الزكاة مثلا واحد بقيت زي ما يكون مش عارف اقول عليها ايه يعني تباهي نوع من انواع التباهي كل واحد معه فلوس بيعمل مسجد بقينا نلاقي بين كل مسجد ومسجد كم متر وتدخل تلاقي المسجد ما فيهوش صف فهل دلوقتي لما يجي واحد يقول لي تعال اتبرع لمسجد الاولى اني انا ادي التبرع لمسجد في منطقة مأهولة بالمساجد وموجود فيها مساجد ولا الاولى اني انا اجوز شباب عايز يتجوز اجوز بنات عايزة تجوز فيه كتير جدا ناس ما بيقدروش يجوزوا فيه جوازات بتقف على غسالة فيه حاجات بتحصل كتير طيب الاولى في الحالة دي اني انا اعمل مسجد عشان اكتب عليه اسمي ولا اجوز او اعالج مريض وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا يعني لا يقوم ببناء المسجد ليقول هذا مسجد او هذا عليه اسمي او يتباهى ان الله لا يقبل بن العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجه ثم هناك اولويات يعني كما تفضلت بالاشارة الى بيوت تحتاج الى الجمع بين شاب وشابة في الزواج في الحلال افضل لان الصلاة تصح في اي مكان الرسول عليه الصلاة والسلام قال واجعلت لي الارض مسجدا وتربتها طهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي في اي مكان ان لم يجد مسجد وصلى في الشارع صلاة صحيح ربنا يسر ربنا يسر لكن هذا لا يمنع من انه اذا كان المكان يحتاج الى بناء مسجد لا شك من بنى لله مسجدا ولو كمفع صقته اختيار المكان يا دكتور اه بنى الله له بيتا في الجنة بس اختيار المكان زي ما ترضى يكون في مكان يا امه الناس ويحتاج الناس اليه لان المساجد بيوت الله ومهبط الملائكة وصح الاعتكاف فيها وليس في غيرها وهي مستراح ملا مستراحة له من ابناء السبيل ففيها هذه الميزات ولكن في الاسلام اولويات يجب ان الانسان يبحث الاول مش ابني انا جنب بيتي كل واحد عايز ابني جنب بيته لا انا عاوز دلوقتي ابحث قبل ما ابني عايز ابني مسجد شيء جميل لكن تقصد حضرتك ان احنا بنبحث نشوف حتى لو في بلد تانية ومحتاجة مسجد لان فيه ناس بتمشي مشاور كبيرة جدا لانه فعلا المنطقة بتاعته وفيهاش مسجد وبتروح بلد تانية بتلاقي ثلاث اربع مساجد جنب بعض شيء محزن لا فيه يجب ان يكون هناك تنسيق وهذا لداء نوجهه من هذا المنبر ومن هذا البرنامج الى وزارة الاوقاف ووكلاء وزارة الاوقاف في المحافظات ان ينسقوا اقامة المساجد حتى لا تكون متلاصقة ويكون هناك بلاد ليس فيها بالمرة مسجد يكون هناك تنسيق طبعا بنضم صوت على صوت حضرتك طبعا ده لازم يكون كله تحت اشرفهم طيب يا دكتور فيه حاجة عايزين نسأل عليها دلوقتي فيه بعض الناس من كبار السن بيكون عندهم مشكلة في ساعة أثناء الصلاة ان هما بيبقى عندهم أمراض زي سلس البول وحاجات من دي فيه ناس بتصعبها على نفسها قوي وبتفضل كل شو يتغير كل شو يتغير فهل يعني الناس تعمل ايه حالة زي دي فيه ناس فعلا بتكون شاقة لدرجة انها ممكن تخليهم يبطلوا الصلاة ان هو مجرد ما بيبدأ الصلاة فبيحصل حاجة او بيخرج حاجة أثناء الصلاة في الحالة دي يكمل الصلاة ولا يوقف لا اسلام شرع لأصحاب الضرورات والحاجات ما يؤدون به صلاتهم وعليهم ان يتحفظوا ويتحصنوا من كان عندهم زي سبول او نحو زي يتحفظ على نفسه بحفاظ ويربط على نفسه بحيث لا يلوس ملابسه ولا مكان السجود وهذا شرعه الاسلام لكن لو لوس الحفاظ نفسه يكمل الصلاة عادي نعم عادي ما يصعبهش على نفسه سبحان الله لا خلاص وهو اصبح كأنه الحفاظ كأنه جزء منه سبحان الله زي ما بيبقى على الطفل الصغير كده فحين ينزل بول منه لأنه سلس بول لا ينقض ولا يبطل صلاةه ويصلي به لأنه معزور وما جعل عليكم في الدين من حرش ولكن على سلس البول الذي يتحفظ أن يتوضأ لكل صلاة يتوضأ لكل صلاة لكن مجرد ما دخل الصلاة يكمل بالضبط كده سبحان الله اشتركوا في القناة